إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر فليب السيدة اسمها غادة أو بيت آمن اسمها نهلة ولا نوها معرفش أنا ما بتفيرش معايا مش عايزوا تشيرها بيقبلونا بالخمسين ألف ستين ألف متابعة السيدة نوها السيد اللي هي أصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الإسلام عليسا وعملت قناها على اليوتيوب طبعا دلاتي هي النمرة واحدة على اليوتيوب ما تشهرهاش وإحنا تيهين وإحنا مش عارفين حطا مش عارفين حطا الردة عليها هتعلم مع الكريسة وشوف أولادك وطبعا ده هياخذ وقت إحنا كمسيحيين مش عايزين أولادك يقوم السمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء حياكم الله جميعا وبرك الله فيكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد جازاكم الله خيرا هتكلم النهاردة عن ملف خطير جدا وهو استخدام الكنيسة للسحر علشان تسيطر على أتبعها وكمان استخدامه ضد المسلمين مع عرض الأدلة والبراهين اللي بتأكد تورط كهنة الكنيسة المصرية في عمال السحر والشعوازة لنصر الدينهم بالرغم من إنهم بيأكدوا دايما لأي حد بيسألهم إن المسيحية ضد السحر وإن السحر حرم في المسيحية وبيستدلوا بنصوص من الكتاب المقدس على تحريم السحر طيب هو أولا المسيحية بتنهي نهي تام وكامل عن السحر وترفضه رفض تام ورفض قاطئ سواء الكلام ده موجود في العهد الجديم اللي هي الطوراة والإنجيل اللي هو العهد الجديد صحيح ففي العهد الجديم يعني الله كلم نبيه موسى لما إداء الطوراة وجله كده لا تلتفتوا لا تلتفتوا لجان أو لا تتبع التوابع متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب إذن منذ عهد موسى حرم الله الرقية والسحر والعرافة واستحضار الأرواح والتابعة وكل أنواع الشعوذة هذه الوصية في العهد القديم وهي مبدأ مستمر حتى في العهد الجديد ففي أعمال الرسل واجه تلاميذ المسيح السحرة واجهوا واحد اسمه بار يشوع وواحد تاني اسمه عليم الساحر وفي سفر الرؤية يذكر السحرة دمن من سيدانون بالدينونة الإلهية الأخيرة إذن الأمر واضح كل الوضوح أن العين والسحر لا وألف لا في المسيحية وطالما السحر حرام في المسيحية والكتاب المقدس بينهي عن عمل السحر فليه بيلجأ كهنة الكنيسة المصرية للسحر وده مش مجرد كلامه خلاص ده باعتراف علماء ورجال دين مسيحي ومنهم الأنبابيشوي سكرتيري المجمع المقدس في عهد الأنبابيشنودة واللي قال عندنا قساوسة ورهبان بمرس السحر يقول أن أمه بتبقى سحر لا السحر عندنا أكتر بصواحة كده بصواحة عندنا رهبان بيشتغل في السحر وعندنا أمامسة وقصوص بيشتغل في السحر وعندنا يعقوب الخزانة كان بيشتغل في المسا متخصصين في السحر والحكاية يعني ضربة خاصة واحد بيقول ما رأي عدسك في أسيس اسمه كذا في مدينة كذا مش هقولي الأسامة بيشتغل في الأعمال والسحر ونصب علينا ومزعل نيافة الأنبابرام سيدنا أمبابرام الورقة هي خدها عندك عشان في يوم الأيام تشتكيه تشتكيه ويتوقف عند حده فعلا الحكاية ضربة خالص من قديم الأزل والسحر عند كهنة الكنيسة المصرية أكتر وكلاء الله على الأرض على حسب الإيمان المسيحي طلعوا بيخلفوا تعليم كتابهم اللي بيدعوا الناس إنهم يؤمنوا بيه إنه وحي إلهي واللي بيأكد كلام الأنبابيشوي مورد في كتاب لعنة جماعة الأمة القبطية من أن السحر الأسود أمره مش جديد على كهنة الكنيسة المصرية اللي كانوا برعين في كل فنون السحر اللي ورسوها وتعلموها من كتب التلمود ومن مورسات الفرعنة والسحر اللي بيمرسوه حالين ما كانش معتمد قديما بالكنيس والأديرة وما كانش يجرؤ الكهنة إنهم يمرسوه في عصور الخلافة الإسلامية بالشكل الموجود حاليا وما كانش مسموح للمسلمين إنهم يدخلوا الكنيس أو السمح للكهنة إنهم يفتنوا المسلمين في دينهم والسيطرة عليهم بأمور الكفر من السحر والشعوزة والسحر كان مستنقر من كيادات الكنيسة السابقين لكرولوس السادس لأنهم كانوا شايفين إنه بيخالف التعليم المسيحية واستخدام كنيسة الأمة القبطية اللي كان بيحكمها شنودة للسحر الأسود من أهم المحاور في سياسة كنيسة الأخباط النصارى للعمل من أجل أهداف الجماعة واللي من أهمها تعميم ونشر ممارسة مهنة السحر بالكنائس بجميع كرة ومدن مصر بغرض التأثير على المسلمين وتنصرهم أو إزاءهم واعتمدت الكنيسة ميزانية كبيرة لتأهيل أعداد كبيرة من الكهنة والرهبان اللي هندهم قدرات شخصية ومهارات بتساعدهم على تعليم ومزولة السحر بجفاقة وبدأ الموضوع يتم بالتدريج ببعض كنائس مصر القديمة والكنيسة المعلقة وكنيسة السيدة العزراء بمصر القديمة وبعض الأديرة ثم أضيف إليهم بعد ذلك كنائس أخرى من كل محافظات مصر وعلشان الكهن يكون ملم بكل أساليب السحر لازم يقيم بأكثر من دير علشان يتعلم بعناية فائقة وتوجد بمكتبات الأديرة كتب كثيرة ومتنوعة في مجال تعلم السحر ويتطلب تعلم السحر تدريبات قاسية زي الإقامة لفترات طويلة بمغارات وقليات منفردة في عزلة ويردد الراهب أو الكاهن ترنيمات معينة ويكون معاه كمية قليلة من المياه تكفيل الشرب بس وممنوع عليه الاستحمام أو التهارة وكبار الرهبان اللي كانوا بيعلموهم التقص دي بيقولوا لهم لازم تنسوا كل حاجة متعلقة بالجسد وتشغلوا تفكيركم وتركزكم واهتمامكم بالترنيم فقط وللعلم الترنيم بتكون باللغة القبطية اللي هي اللغة الفرعونية الأديمة ومش موجودة في الأناجيل لكنهم مرسوها من رهبانهم في القرن الرابع الميلادي وعلشان الكاهن يكون مؤهل لممارسة السحر لازم يمر بمجموعة من الاختبارات علشان يتم اعتماده بإحدى الكنائس وبعد نجاحه في الاختبارات واعتماده بإحدى الكنائس توضع اسم الكنيسة على خريطة خاصة توضح توزيع المراكز ويكون فيه متابعة لنشاطات الكاهن ورصد الأعداد المسلمين المترددين عليه والإعلان والدعاية ليه من النصارى في محيط الكنيسة التابعين لها ومن أكثر أنواع السحر اللي استخدمته الكنيسة هي التفريق بين الأزواج المسلمين وإرضاء الشياطين بأفعال نجسة يتم رأسمها على هيئة سلبان على أجساد المترددين على كنيسهم بالإضافة إلى استخدام نجسات من دماء الحيوانات لإرضاء الشياطين إلى جانب أعمال الربط والتفريق وغيرها من الأعمال السحرية ويؤكد مؤلف كتاب لعنة الأمة القبطية تعميم السحر الأسود في الكنائس المصرية فيقول في صفحة 36 ولأول مرة منذ إنشاء الكنيسة القبطية يتم اعتماد السحر كوسيلة أساسية للسيطرة على أمور الكنيسة لم تكن المرة الأولى التي يستعين بعض العاملين بالسلك الكهنوتي بالسحر داخل الكنيسة ولكنه كان يقتصر على فئة قليلة تستخدمه بالسر دون تعميمه حيث التعليم المسيحية تحرم السحر وتعتبره كفر صريح ودرب من دروب إبليس وملعون كل من يمارسه ولكن قيادات الكنيسة القبطية الجديدة وبتعليمات من رهبانها بالأديرة لجأت إلى السحر كتعويض عن الأمور الروحانية التي يفتقدها رجال الكنيسة وكيرولس السادس وحاشيته لذا خصصت دورات تدريبية لبعض الأساقف والرهبان والعملين في السلك الكهنوتي مما يتمتعون بمواهب وقدرات شخصية لتقبل علوم السحر مثل ما فعل الراهب مينا المتوحد بابا الأقباط النصارى كيرولس السادس ويؤكد راهب قبطي سابق علاقة الرهبان بالشياطين ومنهم الأنباب خوميوس علاقة الأنباب خوميوس بالشياطين تميز الرهبان في كل العصور تقريبا وكل الشخصيات بلا قطهم الشديدة مع الشياطين ففي بستان الرهبان تحت عنوان الأنباب خوميوس أب الشركة توجد قصته وبعض من أخواله من صفحة 42 إلى صفحة 52 في كتاب بستان الرهبان معروف وأنا قرأت لك منه كتير وهو جدي أميد رابط ذكر الشيطان 19 مرة وذكر السيد المسيح له كل المجد مرة واحدة فخر تعال نشوف ده بستان الرهبان اللي طرع من بن سويخ ويوجد مقال للكاتب جاري فورنر بعنوان استخدام السحر في المسيحية ويؤكد فيه حقائق عن وجود السحر في المسيحية فيقول ولا يقتصر استخدام السحر على الديانات الوسانية أو عبدة الشيطان أو أتباع العصر الجديد لقد كان السحر جزءا مقبولا من المسيحية التقليدية منذ بداية الديانة المسيحية ومع ذلك فهي مسألة وجهة نظر حيث ينظر المسيحيون إلى استخدام السحر والتعويز على أنها من أعمال الشيطان وليس عمل ديني مقبول وبالتالي يتم تصنيف السحر والتعويز المستخدمة وتعريفها على أنها تقوس في حين أن كهنة الإبراشيات العاديين قد يقنون قد انخرطوا في الطب إلا أنهم كانوا أكثر عرضة لممارسة أشكال أخرى من السحر إن الفرق بين التعويز الوسانية والسحر وتلك التي تستخدمها الكنيسة المسيحية هو مجرد مسألة مصطلحات يشار إلى السحر المسيحي على أنه قوة تقسية وهو مقبول وفي حين أن التقوس المماثلة التي تمارسها الشعوب الأخرى هي السحر والشعوزة ومن أشهر سحرة الكنيسة المصرية مكاري يونان كاهن كنيسة الأسبكية وبيشتهر بعمليات تنصير المسلمين بالسحر وارتداد المسلمات الجدد بالسحر برضو وكان بيقوم بعمل مسرحيات إخراق شياطين وشفاء مرضى باسم يسوع المسيح ولما هو كان عنده الأدرع علشان يشفي الناس باسم يسوع المسيح فليه ما شافاش أبوه شنودة اللي كان بيسافر أمريكا علشان يتعالج من السرطان وليه ما شافاش الناس الموجودة في المستشفيات المسيحية وليه ما شافاش مراته اللي ماتت بالكورونا ليه ما شافاش نفسه لما أصيب بالكورونا مكاري يونان ما يقدرش يشفي حد ولا يقدر يشفي نفسه حتى لأنه مجرد نصاب واللي كشف نصبه الأنباب شوي فتعالوا نشوف بيقول إيه عنه في ناس على فكرة حتى من البروتستانت ما يقبلوش الكلام ده حتى من البروتستانت بيعتبروا أنه ده شغل إيه غيبيات ودروشة وكلام حاضر معنا الآن انزل خطيانا إش في أمراضنا يا رب وبعدين واحد يقعد يسرخ ويقول الله حاضر في المكان هو مش عارف إيه واللي محتاج حاجة يقول أنا عندي تسجيل في الموبايل بتاعي فيلم بالصوت والصورة ومحدش يطلب مني حاجة برا هذا المكان لأن الرب هو العامل ومش عارف إيه وش وقته وش كده وبعدين إيه ألاقيه راح متجه ناحية اليمين كده ناحية واحد قاعد بدأم ويروح داخل عليه ويقعد بقى مدأم داعمل وشه كده ومش عارف إيه وش وقت حركاته وهو يشخط فيه وهو التاني يروح شخط فيه وعملش خط في بعض طب يعني انت بتقول اللي عايز حاجة يقول دا انت عارف ومناشن ومتفق ومقعد واحد وانت روحت له وبين وانت ماشي لغاية ما روحت عالم لما قول باسم يسوع المسيح وبعدين ابتدى بقى رجل يسرخ هو كمان من كتر السريخ اللي قدامه اسم يسوع المسيح انت اسمك ايه مين عليه مش مسيح انت جال بس معرفش جايبه منين دا المهم اسم يسوع المسيح في الاخر ابتدى بقى ايه الشيطان اللي يتكلم اسم ايه مرقص جيت له انت وهو انت عامل حجاب ايوة مين اللي عامل لك حجاب واحدة طيب مدام عامل حجاب يبقى انت هتستقر فين انا عادي عميه كده عايز ايه تموت كده مين اللي يموت هو هو يموت مدام عامل حجاب يبقى ما يطلعش المرة جيت جيب الحجاب وكيه هجيبه مني انت عارف هو فين انا مش عارف فين يشبت الامل الحجاب انا مش انا عامل الحجاب اقول مين اللي عامل انا مش عارف انا طب اللي بيتكلمني ده الجاند ايوة طب الجاند قال له اسم مرقص قال له انت اسمك ايه ايوة كان واحد بقى مر مرقص يرضى على المهزالة دي وبعدين بقى وصلت المهزالة لقمتها بس عشان اقول لكو ان لعب العفاريت والشياطين والخداع بيكشف نفسه بنفسه هقدم لكو برهان قاطع زي ما انا جاوبت على السؤال اللي فات ده ببراهين قاطعة انا لما اتكلم عن العقيدة مقدرش ناقش موضوع الا اذا كنت متأكد يقينا ان هذا هو الحق فابتدى بقى يقول له اطلع يقول له لا ما نش طالع مش عارف يوس حاجات مندي كده وبعدين ايه قال له طيب المسيح هو مين ويشخد المسيح هو مين قال له هو الله تعرف المسيح مين هو المسيح مين هو المسيح الله فرعت الكنيسة كلها مسقافة قلت يخسار يخسار ده المسيح لما الشياطين استقبلته وقال له انا اعرف من انت قدوس الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لانهم كانوا قد عرفوا انه هو المسيح الكنيسة سقافت كلها عشان الشيطان قال المسيح هو الله كده برضو بقى هو ده تعليم السيد المسيح السيد المسيح لا يقبل شهادة من شيطان اعروا الانجيل كويس اذا كان مرة واحدة السيد المسيح ابل ان الشيطان هو اللي يشهد له دوروا وفتشوا الكتب هذا خداع وهذه الاعيب وهذه حيل شيطانية وادعاء الخوارق من اجل تضليل الشعب تصدقوني انا حزنت حزن شريب جدا ان الشعب اللي في الكنيسة سقف بحماس لان الشيطان شهد على لسان هذا الرجل اللي عليه شيطان ومش الرجل اللي بيتكلم خلي بالكم كان ساعتها الكلام واضح جدا انه بيناقش الشيطان وقال له انت اسمك ايه وقال له مش طالع وطالع وكلام ده كله انه قال له طيب المسيح مين هو فقال له المسيح هو الله فسقفت الكنيسة كلها خلاص خليهم يفرحوا بشهادة الشياطين انا ادعو كل اللي سقفوا في الكنيسة المراسية لشهادة الشيطان لسيد المسيح انهم يقدموا توبة عن الخطيئة دي كل واحد سقف لازم يتوب عن هذه الخطيئة عوشي ثلاث مرات وامحق ثلاثة فات كل روح مضادة تغادل الجسد ولا تعود اليه انا مش عايز اكتبه بعدين ايه يقول احنا هنخرج الشيطان باسم الرب يسوع المسيح وقوة صديبه واتطلع ايها الروح ارشمك ثلاث مرات وتخرج او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه كل رقي كل سحر كل عمل الشيطان يبطل تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات الرشة التانية والنفقة التانية باسم يسوع المسيح الماصر قوة دم وصديبه سلطان لهوت المحي نعمر كل روح مضادة هاربة محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه كل رقية كل سحر كل عمل الشيطان يبطل تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات الرشة التالية والنفقة التالية هذا الجسد يتحرر باسم يسوع المسيح الماصري قوة دم وصديبه سلطان لهوت المحي نعمر كل روح مضادة هاربة او محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه كل رقية كل سحر كل عمل الشيطان يبطل تبطع كل رباطات تبطل كل المحاربات تمام؟ اسمك يا ابن ماذا ما تطلعتش انا هل تطلعته معه وقته لا يبقى انت الحجاب اللي عامله ماشا من طالت مراته مخرجش لا اللي هو انت عامل عمل ولا ايه هل الحجاب اللي هو قليك ما تطلعش ايوه هلو تطلع في الرسم التالت والحجاب بقى وقته هو نا ها نا طب بقولك ايه المسيح قدامنا دلوقتي ها حاضر معانا تابد تواجه تابد تواجه المسيح ها المسيح بيقولك اهرب واخرج منه مسيح بيؤمرك واخرج منه مسيح بيؤمرك واخرج منه مسيح بيؤمرك واخرج منه باسم يسوع المسيح الماصر بسلطانه واحده واخرج منه واشا مكار يونان كان بيتابع اسلوب قذر من اساليب التنصير عن طريق افلام اخراج الجن من النصارى والمسلمين بقوة يسوع فكانت فضحته على يد الرجل الثاني في الكنيسة بعد شنودة ومن مكار يونان الى سحر اخر من سحرة الكنيسة وهو كاهن بورسعيد نشرت مجلة روزا ليوسف خبر بعنوان كاهن السحر الاسود في موترانيد بورسعيد للكاتب عادل جرجس بيتكلم عن كاهن تم نقله في عهد الامة شنودة من اللقصر الى بورسعيد بسبب مشاكله الكتيرة وبالفعل تم الحاقه باحدة كنائس بورسعيد ولكن استمر الكاهن في استخدام السحر الاسود للسيطرة على شعبه من ابناء الكنيسة خاصة النساء والفتيات والاخبار دي وصلت للقصق في العام اللي قام بالتحقيق معاه من خلال مجلس الكليريكي في بورسعيد وتم اخذ تعاهد عليه بعد ممارسة السحر داخل الكنيسة ولكنه كل مرة بيرجع العادته في ممارسة السحر والشعوازة داخل الكنيسة ومن اكبر المخالفات اللي كان بيرتكيبها الكاهن ده هي افشاء سر الاعتراف وده ظهر لما بدأ شباب الكنيسة ياخد رأي الكاهن لما يكون عايز يرتبط بفتاة ولكنه كان بينصح الشباب ويقولهم ربنا امر بالستر انفت بجلدك انا ابي اعترافها بقولك ما تنفعكش واللي كان بيعمله الكاهن ده ادى الانتشار العنوسة بين بنات الكنيسة اما اخطر جريم عملها الكاهن ده لما افشى سر الاعتراف احدى السيدات في الكنيسة لزوجها اللي قتلها وقطع جسدها بعد اكتشاف الامر اثناء تحقيقات النيابة ومن كاهن بورسعيد الى اسقف نجا حمادي اللي تمت محاكمته بسبب ارتكابه واعمال السحر الاسود ضد الاقباط وعلق الباحث القبطي عاد الجرجس على اتهام اسقف نجا حمادي بممارسة السحر بقوله ليس غريبا على دراسة بعض الرهبان للسحر الاسود وممارسته لان البابا شنودة نفسه يؤكد انه لا يوجد راهب يعيش متوحدا بل لابد له من شريك اما الله واما الشيطان وانه من الطبيعي ان يوجد رهبان يعيشون مع الشيطان وينفزوا اوامره وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك سهل من نشر كهنة الكنيسة منشورات دعاية لأفعلهم السحرية فالقمس مكاريوس داود نشر على صفحته على الفيسبوك بوست الفي سلام المسيح للجميع اي منكم يريد شيء عن الاعمال والسحر فانا معكم بدون اي مقابل والتواصل على الخاص ابونا مكاريوس داود يا صلاة العيد وظهرت نتائج الاعمال السحرية على ارض الواقع ففي مقال في جريدة المصر اليوم خبر بانوان الافراج عن 14 متهما في احداث كنيسة كومومبو باسوان والموضوع يتعلق باختفاء فتاة مسلمة وقيام اهل الفتاة بمهاجمة الكنيسة لوجود ادلة تؤكد تورط الكنيسة في اختفاء الفتاة فيقول والد الفتاة كل ما تردد وسائل الاعلام عن عدم تقدمهم ببلاغات باختفاء الفتاة غير صحيح بالمرة مؤكدا انه قام يوم الاحد الماضي وهو اليوم الذي تغيبت ابنتهم بابلاغ الشرطة الا انهم اخبروه ان ينتظر 24 ساعة وخلال ذلك قام اخوتها بالبحث عنها في مناطق عدة وتوصلوا الى عدة دلائل تشير الى ان الفتاة قد تم اختطافها من قبل اقباط عن طريق السحر الاسود وليس باراداتها كما اشيع لافتا الى انهم وجدوا قصاصات ورقية كتبت عليها عبارات وترانيم قبتية في غرفتها واضف انه لاحظ بعض التغيرات على ابنته منذ عدة اشهر حيث تركت الصلاة واتجهت للانطواء وكانت بين الحين والاخر تركوا بيس في النوم وكانت تحكيها لامها وزوجات اخواتها وقال صلاحتوني شقيق الفتاة ان هناك عدة دلائل دفعتهم لتوجيه اصابع الاتهام للاقباط حيث اخبرتهم ناظرة المدرسة التي تعمل فيها الفتاة ان هناك مدرسة مسيحية تقوم بتلقينها بعد الترانيم كما ان شقيقاء الاصغر قد وجدت قبل بضعة اشهر رسائل على هاتفها دون فيها بعض الادعية المسيحية وعندما سألها عن الرسائل اخبرته ان زميلة لها قالت لها ان هذه الادعية تشفي من الامراض الا انه طلب منها ان تمسحها ودي مش اول حالة لاختفاء فتاة مسلمة بسبب سحر الكنيسة الاسود واستخدامه في التنصير فهناك حالة مشابهة لهذه الحالة من بني سويس والخبر هذه المرة من جريدة البيان ومنشت بعنوان قص يصحر فتاة مصرية لتنصيرها ويقول الخبر قال حاتم كمال والد فتاة شاعت معلومات عن تنصرها بسعيد مصر حدث ردود فعل طائفية ان ابنته تعرضت للسحر من احد القساوسة لاجبارها على اعتناق الديانة المسيحية مؤكدا وجود ادلة ومستندات واسماء قساوسة بأوراقها الشخصية بعد اختفائها على حد تعبيره بينما نفت الكنيسة علاقتها رسميا بالحادثة وقال ان ابنته رانا والتي تبلغ من العمر 21 عاما قامت بعمل نحو 25 عمرة كما ادت فريدة الحج ثلاثة مرات حيث كان يعيش بالمملكة السعودية وذكر انه تحدث الى احد القساوسة الذين وردت اسماءهم بالمستندات التي عصر عليها بأوراق ابنته وقال له الاخير ان الكنيسة مليئة بالمسلمين الذين يقصدونها بسبب ما سيمينجين او تأخر بالحمل مرجحا ان ابنته تعرضت لعمليات سحر وغسيل مو فضلا عن انتشار جماعات التبشير ومن الادلة الدامغة التي لا تقبل الشك والتي كشفت حيال الكهنة والكنيسة في القيام بعمال سحر للمسلمين ما حدث في اطفيح واللي حصل ان المسيحيين في اطفيح عيروا المسلمين بان مسيحي كان على علاقة بمسلمة وده ادى الى غضب الشباب المسلم ودخلوا الكنيسة فلقيوا يكشوف باسماء اهل القرية فعرفوا ان العلاقة بين المسيح والمسلمة كانت بسبب السحر اللي عملوا احد القساوسة في الكنيسة وتأكدوا ان معظم الخلافات الزوجية وكسرت حالات الطلق بين الازواج المسلمين كان بسبب السحر داخل الكنيسة هادي عم من الاوراق اللي فيها اعسام الناس اعسام الناس الحمدية مش حسنين كده اعسام الناس الحمدية مش حسنين كده اعني ليه بقى الكلام ده ليه الصور دي والورقة ده ليه الورقة بتاع الاصحار والحقات دي مش عانا يعني حسر يا الله ونعم الوكيد لما يكون جوا كل اعسام الوحد مسلم ومكتوب حتى ناس التوفيت اخوة عم الأوقات اسم الله لا اله الا الله اعني 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 تكذينا عم السحر لا اله الا الله لا اله الا الله اوه اراك يا شهدنا ايش احني اخدام الايات الكريمة يجلب وتوهيج نبات حواء وتوهيج في وجهي بحق الملوك السفلية والعلوية وخدام الأسبوع إن الله وإن أنا رجوم حد يقول بقى ده تولوا يا خدام الآيات إيه الكلام ده إيه الكلام ده يستعانوا بالجن عشان يفعل أفعال سحرية وحاطين أسام الناس وقدم كل واحد مسلسل وحاطين مسلسل ده في كتاب إن الله وإن أنا رجوم إن الله وإن الله اكتشفنا أشياء لم يكن أحد يتوقع أن توجد داخل الكريس أول هذه الأشياء أوراق أو مستندات بها أسماء رجال القرية وشباب القرية مقابل أسماء أمهاتهم والسؤال لماذا تحتفظ الكنيسة بهذه الأوراق وهذه المستندات هذه الكنيسة انقلبت إلى سجل المدني لاستخراج البطاقات الشخصية أما لماذا تفعل الكنيسة بهذه الأسماء وهذه الأوراق الأمر الثاني اكتشاف سناديق خمور بأعداد كبيرة داخل الكنيسة لماذا تحتفظ الكنيسة التي يعني نقول أو يقول المسيحيون أنها بيت الله هل بيت الله سبحانه وتعالى يعني يحتوي زباجات خمور وأسماء مسلمين وأمهاتهم فلماذا تحتفظ الكنيسة بهذه الأشياء وهي تدعى أنها بيت الله الأمر الثالث اكتشاف خريطة خريطة بالقرية كلها لماذا تحتفظ الكنيسة بهذه الخريطة وماذا تفعل بها هذه التساؤلات يعني نريد من رجال الكنيسة يعني أن يجيبون عليها ويردوا عليها حتى تحل الغاز ويعني تريح كثير من الناس لأن هذا الأمر يعني أثار جدلا كثيرا بين أهل القرية والشباب ومعظم الشباب ما كانش موافق على هدم الكنيسة ولكن بعد اقتحامها وهدمها اكتشاف هذه الأشياء أثار جدل واسع بين أهل القرية جميعا فهذه التساؤلات يعني نريد إجابة منها واضحة وهذه التساؤلات يعني قد فنريد إجابة من رجال الكنيسة حتى لا يختلط الحابل بالنابل والرد جاء لهم من مكار يونان ساحر الكنيسة اللي قال إن سبب وجود كشوف بأسماء المسلمين في الكنيسة علشان قال يرفع لهم صلوات جاي تقول للكنيسة فيها خمرة وفيها فيهم فيها سحر فيها سحر يا ابني ده الورق اللي موجود فيه أسماء ناس مسلمين ده ورق بيجي لنا بنحطه على المسبح ونرفع صنع من أجل المسلمين كل الأسماء اللي شفتها إحنا بنرفع صنع ربنا من أجلها بس انت مش فاهم انت مش فاهم ومن إمتى الصلوات بتحتاج لكشوف بأسماء الناس وأسماء الأمهات؟ طيب هتصلي للشخص نفسه هتصلي لأمه كمان؟ معنى وجود أسماء الأمهات دليل على وجود سحر لأن الشياطين بيطلبوا من السحر اسم الشخص واسم الأم علشان يتعرفوا عليه وتعالوا نسمع شهادات مسلمين جدد بقيام كهنة الكنيسة المصرية بعمال السحر أنت متعرفوش يا أخوانا أن الأسيس في الكنيسة بيتعامل مع الجن وبيطلق الجن على المسلمين وبيطلق الجن على المسلمين وده اللي انتم مش قادرين تفصره بي حانا أنا أقول لي إحنا بقى انتم مكنتوش قادرين تفصروا فيه ناس كتير قوي تعبانا وبترحل الدكاترة ومش لقي علاج والدكاترة مش عارفين الدكاترة مش عارفين إيه الحل الدكتور من دول بيعمل اللي عليه ولسه مش عارف الحل بيقول لك حلاص أنا لمعارضة لفظ الحمر غلق فيها فكل دي اتسح مطلوق من الكنيسة وكان دي دا العجيب لأن في بعض الناس ما عرفش بيطلق معرفهم ان الساوي في كده الكنيسة كان في ناس من المسلمين كانوا بيجبوا الكنيسة عشان يعالجوا اللي تعالج منتها من السحر واللي بتعالج منتها من الحبل والكلام دا كله وللأسف يعني خديني بقى برضو يعورها بصراحة كان بيحصل حاجات مش كويسة كان بيحصل حاجات مش كويسة في الكنيسة خصوصا للسك اللي هي داخلة بتشتكي من قلة الحمل يعني هي بتجوزة بقى لفترة وما تيحملش فبتروح عشان يتعمل لها عمل في الكنيسة وكان بيحصل حاجات مش كويسة في الكنيسة وما فيش داعنا نتكلم عنها لان هنا فيه برضو بنات محترمات فبترة فما فيش داع تبشر خلاصة لو فعلا عايف تنصح آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ قال له أنا تلوسين تأسيس مش تبوس إيدي قال له أنا أبوس إيدك إنت وشنطة الكتب السحر اللي تحت باطك دي لسا في إيه دا كنت أسيس كان عنده شنطة صودة كده اللي حد فيها كتاب السحر قال له دا يبقى كهنود باس لما انت تبقى أسيس وفعلا عمل أسيس انتو عارفين فين كنيسة دميانة اللي في الورديان دي كانت كنيسة دميانة دي كنيسة صغيرة كده مهدودة قديمة ومكانش حد راضي يجي فيها من الأسس وجه واشتهر وبقى شغال بالسحر على ودنه ويقول لهم هوريكم مين الأشتر الشيخ ولا الأسيس وكانت عميله السودة في مسألة انه يقدر يوقع الناس ويجيبهم تحت باطه ويوريهم حبة حركات من الحاجات السحرية اللي بتعلموها في الدير يتعلموا السحر في الدير ولازم يكون عنده قدر من الأفعال السحرية عشان يركع الشعب عشان الشعب يركع يقول لك أبونا ده أبونا ده عليه الروح القدس ده شفت ده عارف اللي بيحصل في بيتنا ده مش عارف ايه فكانت صلمات والدي عقله تبرجل ومهما حاول كهنة الكنيسة في محاربة الإسلام والمسلمين من خلال السحر الأسود ستبقى راية الإسلام عالية خفقة وسيتم إبطال كل سحر بيقوموا به فالمسلمين بيقوموا بقول ربنا سبحانه وتعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم احفظ كل المسلمين بحفظك من كل عين أو حسد أو سحر أو مس أو أي أذن يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا